ازاي نأمن احنا نفسينا وحياتنا بقت كلها سمارت اه بالضبط كده اوه اوه كأب حرك سليم اولا زي ما قلنا امن في سريط معلمات 100% مش موجودة احنا كافراد بنتطوع اولا احنا جميعا فقدنا الخصوصية انت النهاردة معاك موبايل متصر بالانترنت معروف اللوكيشن بتاعك معروف روحت فين جيت منين هويتك ايه بتحب تشتري منين احنا بقى في حاجات زيادات بنتبرع بيها احنا النهاردة اولا لازم نحافظ ما نحطش اي بيانات شخصية كثيرة بيانات البنكية ما نحطهاش على الموبايل خالص حتى لو كان من المصادر مؤمنة او موطف لا يعني هو يفضل تبقى حافظها ثم جميع السور والمعلومات الشخصية والعائلية لا يجب انها توضع على الموبايل ولا يجب نشرها على سوشال ميد لا نقصده الحماية صعبة جدا جدا في الفترة اللي جاية لان احنا شوفنا النهاردة التفجيرات اللي تمت في لبنان دي سبقة يعني انا بقول دي مرحلة زي كده 9-11 لكن لا انا بقوله بطمن الشعب المصري بالتحديد ان احنا الحمد للدولة المصرية عندها فرق عمل على اعلى مستوى من المهندسين الخبراء في مجال امن وسرية المعلومات واخيرا لما افتتح في خمط الرئيس عفتاح السيسي اكبر مركز للبيانات والحوساب السحابية العكومية ده مؤمن تماما